اهلا بكم من جديد في حصة مغاربية ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره التركي رجل طيب بردوغان بالعاصمة التركية أنقرة أشغال الدورة الأولى للمجلس الأعلى للتعاون المشترك بين البلدين وانعقد هذا المجلس الذي يضم وفدي البلدين بالمجمع الرئاسي عقب المحادثات الثنائية التي أجرها تبون مع نظيره التركي في إطار زيارته التي يقوم بها إلى تركيا لمدة ثلاثة أيام تعد هذه الزيارة لرئيس الجزائري إلى تركيا هي الزيارة الأولى لرئيس جزائري إلى تركيا منذ 17 عاما تعهد الرئيسان خلالها بالتعاون في ملفات إقليمية ودولية الإعلان عن إنشاء مجلس التعاون رفيع المستوى بين تركيا والجزائر ثم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون كان من أبرز نتائج محادثات الرئيسين التركي والجزائري خلال الزيارة الأولى للرئيس الجزائري إلى تركيا زيارة الرئيس الجزائري إلى تركيا تاريخية ومهمة بحثنا تعزيز العلاقات على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتعاون بالملفات الدولية نرغب في رفع حجم التبادل التجاري بين بلدين لعشرة مليارات دولار والجزائر دولة مهمة كبوابة رئيسية لإفريقيا المحادثات التي قمنا كذلك أثناءها بتقييم وتقويم المصار منذ سنتين بدأت هذه المحادثات والتفاقيات التي انطلقت في الجزائر العاصمة إلى يومنا هذا أعطت ثمار طيباً شاء الله ثمار في العديد من المجالات والقطاعات الرئيسان التركي والجزائري أعلنا بأن مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين قد بدأت وأن الكثير من القطاعات قد تدخل في إطار تعاون البلدين بالإضافة لملفات إقليمية ذات اهتمام مشترك الجزائر كانت قد اقترحت على تركيا في وقت سابق إن شاء تكتل شركات متعددة الجنسيات لدخول أسواق دولية فيما تجد تركيا بالعلاقات مع الجزائر ما يساعدها على تعزيز الدخول إلى القارة الإفريقية وتأتي زيارة الرئيس الجزائري في ظل تطورات إقليمية ودولية مهمة خاصة الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت سلباً على قطاع الطاقة ولسيما الغاز طلب على الطاقة الآن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ستجعل من الدور الجزائر القادم من ناحية الطاقة هذا كبير ومهم جداً هل لتركيا حضور في هذا الأمر؟ أظن أن تركيا تحاول أن يكون لديها حضور في مسألة الطاقة لأنها هي دولة مستهلكة للطاقة أيضاً نقطة ثانية التواجد الاستراتيجي بالنسبة للموقع الجغرافي للجزائر مهم جداً لتركيا وأظن أن هذا ستستثمره تركيا في تحسين العلاقات بين الطرفين من النحل الاستراتيجية ويرى مراقبون أيضاً بأن تركيا تسعى لاستغلال الموقع الجيوسياسي للجزائر في شمالية إفريقيا لتسهيل مرورها إلى عمق إفريقيا وللغرب الإفريقي ذي النفوذ الفرنسي الكبير على مصبحات الغد إسطنبول نرحب بضيفنا من الجزائر سيد مالك بالقاسمة قيادي بحزب جبهة التحرير الوطني والباحث السياسي أستاذ مالك أهلاً وسهلاً بك على شاشة الغد بداية هل كانت تحدثنا عن دلالات هذه الزيارة؟ أول زيارة بعد 17 عاماً لم يزر رئيس جزائري تركيا كيف ترى هذه الزيارة أهميتها خاصة أنها تأتي في وقت يشهد العالم تغيرات سياسية هامة؟ أولاً أرحب بك ومشاهديك الكرام والله في حقيقة الأمر هي حقيقة مرحلة جديدة في التعاون الجزائري التركي كما ذكرت أن هناك لمدة 17 سنة لم يزر رئيس جزائري تركيا ولكن هذه المرحلة لم تبدأ بهذه الزيارة وإنما بدأت بزيارة سيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا إلى الجزائر سنة 2020 هناك تم الاتفاق على الخطوط العريضة والمستقبلية للبلدين أعتقد أن الجزائر تعاول كثيراً في مجال الاستثمارات وفي المجال الاقتصادي على الجانب التركي وتصريحات رئيس الجمهورية اليوم أكدت ذلك أن تعاون في مجال الاستثمار والمجال الاقتصادي سيكون واعد قالوا بأنه خلال سنة 2023 ستكون بحدود أفاق 10 مليار الدولار وقال الرئيس الجمهورية لماذا أكثر؟ الكم الاتفاقيات الموقعة بين الجزائر وتركيا اليوم هي حوالي 15 اتفاقية ومذكرة تعاون هذا دليل على أن هناك رؤية استراتيجية للبلدين في التعاون أكثر هذا لا يقتصر على التعاون الاقتصادي ولكن أيضاً التعاونات السياسية والجيو استراتيجية في المنطقة كما قال السيد الرئيس التركي بأنه يعول على الجزائر في شمال إفريقيا هناك تقارب كبير في المشكل الليبي واتفاق بنسبة 100% حسب تصريحات الرئيسين حول القضية الفلسطينية هذا دليل واضح بأن هناك رؤية استراتيجية مشتركة للملفات وهذا لا يخفى عليك أن الجزائر هي مفتاح إفريقيا ومنطقة ساحل وهذا تركيا تعريفه جيداً أيضاً هناك المشاكل التقاوية التي تعاني منها القارة الأوروبية على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية أعتقد أن تركيا أيضاً تعاون على الجزائر في هذا المجال هناك تعاون في مجال الصناعات الدفاعية وهذا ما أكده الرئيس التركي كل هذه الملفات بإضافة إلى التعاون في ملف الإرهاب يدل على أن الأفاق المستقبلية ستكون واعدة بين البلدين طيب ماذا عن إنشاء مجلس التعاون رفيع المستوى بين تركيا والجزائر ربما هذا جديد بالنسبة للجزائر مع دولة كتركيا بتأكيد الجزائر كان لديها هذا المجلس أو هذه اللجان رفيع المستوى مع الجانب الفرنسي ولكن بعد قدوم رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون وإعادة رسكلة الديبلوماسية الجزائرية كان هناك نية جزائرية لتوجه إلى مزيد من الإفتاح مع العديد من الدول ولا يقتصر الأمر هذا على الجانب الفرنسي هناك تعاون بين الجزائر والصين هناك تعاون بين الجزائر وعدة بلدان وأيضا هذا المجلس رفيع المستوى بين الجانب الجزائري والتركي يدل بأن هناك نية للذهاب إلى عهد جديد من التعاملات الاقتصادية وبعيدا عن التعاملات التقليدية التي كانت تقتصر فقط على الجانب الفرنسي شكرا جزيلا لك سيد مالك بالقاسم قيادي بحزب جفة التحرير الوطني والباحث السياسي على كل ما تفضلت به اشتركوا في القناة